السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته نضيف القرعة الخضراء وخيزه او الجزر ونضيف لهم شوية الملحة ونجعلهم يتشحره نضيف الملحة ونضيف الملحة ونجعلهم يطيبون جيدا نضيف زيز نضيف خرقوم البلدي سودانية القصبريابس نضيف كمية نضيف كمية نضيف حشوة برد نضيف حشوة بردات بالنسبة للعجين اخذي تقريبا واحد زلافة ديال الدقيق الخاص بالمسمن او الفورس نضيف لي شوية ديال الملحة شوية ديال الخميرة ماشي بززاف و حضرب عمالقة و القليل من الزيت و نجمع العجين بالمبارد حتى نحصلوا العجينة كمجموعة و قابطة فراسة ثم نشكل منها قوائرات التي تكون متوسطة الحجم شكرا وضعها في الزيت و نغطيها لهم و نحدي لهم رتاحوا 1-5 ديال الدقيق بعد ما رتحت العجينة كما تشوفوك تجير طباعة وطاعة فكن بسطغب الزيت غير شوية دي الزيت في الدية وكنتشكلها على شكل مسيمنات مربعين ترجمة نانسي قنقر بعد ما كملت كميلي عندي كاملة خليتهم كيرتاحوك نبسطهم كاملين كيف ما كتشوفوك نحاول نبسطو الجواني بكسر من الواسط وهدي نكملهم كاملين يعني كنبسطهم كاملين باش هكا سنقسم عليهم الحشوة بطريقة متساوية وكنوضع الحشوة بالطريقة اللي كتشوفوها معايا في الفيديو راشا راح نفسو اشتركوا في القناة بعد ما كملت الحشوة نجمع العجينة على هاتشكل اشتركوا في القناة نضع عنفلاطة اللي فرش لها ورق الزوبدة كم الصفل المسيمينات على هاتشكل هده باش ما يجيوش غلاط بزاف اشتركوا في القناة اشتركوا على درجة هراميتيين من الفرق ومن التحت على ما نوجد مسم من دياليك يكون فرانس خن كان دهنو مسافر لبيض اللي يضفتلي شوية ديال الحليب وكان رشوهم بالبابون من بعد البلد كان ناخد واحد سيخ وكانتكهم باش ميجيوناش من فوخين بزاف اشتركوا في القناة ندخلهم الفران على درجة هراميه وثمانين من الفوق ومن التحت حتى يطيبوا ويتحمروا هناك نضيف لهم شوية البابون باش نزينوا لهم لوجه ديالهم وندخلهم يطيبوا نرجع معكم شوفوا معي الشكل نهائي ديال المسيمينات ديالنا ودوم المسيمينات كيجيو والبناس على هاتشكل كيجيو مقرب شين ورطبين في نفس الوقت ومحلولين من الواصف كيف ما كتشوفوا معي كانتمنى تجربوهم بطريقتي ونالوا اعجاب ديالكم مرة اخرى البناتي اللي اعجبكم هات الفيديو ما تسونيش ملي لايك ديالكم وتعليقاتكم كذلك اتباقتا جيو الفيديو مع الاهل والاحباب بسعم الفائطة وإلى اللقاء